اشتركوا في القناة كتير سيحافظة الدرس ها طبعاً عشان اللي بيكزت مايستهيش بلسان ايه بالظبط كده يا حبثي لو طلعت بتجذيب بقى هقطع لسلك من الاغروه اخوها والحلمك هعمل عليهم كبسات مفاجأة لو لقيتهم قرب منها قوي ولا حاضينها ولا حاجة هطلب قدومي على المدهي كد معهم ماحبش حد يقرطصني أبدا نعرف يا ماما خلاص؟ حضر العشاء هموت من الجوع ما كانتش ليه في الميدال يا حبثي مهم بيوزعوا عليكم هناك واجبات ما شوية عارف لو الثورة دي فشلت؟ شعب كله هو اللي هتشوي بالبرطة من تقول ايه؟ ملاحظ ساعدة شين الأكل ده؟ يفرش الجرانين تحته اللي حسن يوسخه بالمطرق زي ما عمل المطيع بتورك المران اللي فاتت يا حاضر تروح بيته ازاي؟ دي مخاطرة ملهاش اي لازمة وبعدين مونا كده ممكن تسأل منك انت مش تفقت معاها ما تعملش حاجة مغير ما تقولها؟ راجيها فهميني مونا عمرها ما هتحس بلانا وانت حاسين بيه انا متأكد ان هيك انا بتحب احمد بس عمرها ما هتحب وقد دخوه مراته عشان كده كل خطوة عايزانا نمشيها قانوني وشرعي وسلمية سلمية وجولها جايز ده واللي زي هيسم مش هينفع معها الكلام دي خالصة ايوا بس حكاية سلمية دي مش حاجة خالص انا كنت فاكرة كده زمان انا وا احمد وشباب كتير معانا بس الثورة غيرت تفكيرنا كلنا انا معايا فيديو كنت وصورت والاحمد الله يرحمه وليل تستشهاده كان بيتكلم فيه عن الموضوع ده تحديدا عايزة دهولك تشوفه واضح ان انت فنتيني غلط انا ما بكلمش عالثورة بشكل عام انا بتكلم على هيسم اللي زيه هيسم ده ما عرفش اللغة القوة والقانون مش هجيب معاي حاجة طب هنعمل ايه يعني؟ هنختاله؟ مش لما لوصله لأول الموضوع مش سهلة قوي كده مين قالك ان واحد زي هيسم ده مش عامل حسابه كويس جدا ومأمن نفسه وحطة حراسة تحت بيته واول ما هنروح له هيبقى فخ عشان يقبض عليك ده زي كان قاعد في بيته اصلا اكيد هيسم بعد ما الثورة قامت خد مراته وعياله قاعد في حيطة تانية خالص خصوصا بعد ما عارف ان انا هربت وان احمل اسطوش ده اللي يرحمه ده واي كوني فاكرا ان اعايسم ده نعم على اودانه ده مصح صح مصح صح اوي كمان طيب يبقى تروح له بنفسك ليه؟ ادينا الزرف اللي انت عايزه يوصله وانا هواديه لأ انا عايزه يعرف ان انا بدور عليه بنفسي هو اكيد عارف ان انا هوصله عن طريقك مش محتاجه فقاقة يعني انا عايزه استفز ويخرج من الجوحر اللي هو مستخب في ده بالطريقة دي قاعد هنمسك عليه اي غلطة وبعدين مش يحسن ما اقاعك كده حط ايدي على خد دي مستني النظام يسقط اللي هو في المش مش يعني ده لسه متشاق قصدك واقعي صدق ان انا ما شفتش هيسم دل حد النهاردة او صحيح انت اكن بيتحقق معاك وانت متغمي انا اسف في السؤال ما عندكيش ايه صور ليه السؤال يستحق الاسف فعلا اه طبعا ما عنديش بس شامل اخوي عنده صور كتير اليوم وبعد اجيب لك واحدة حاضر دي حاجة الحاجة التانية عايزك تساعديني ان هجيب حدة سلاح سلاح ليه؟ هو ايه اللي هي يا رجل؟ عايزين اترد واحد زي هيسم بأدها فاضية بص بقى انا معاك انك ما تقعدش تستنى زي ممكن اوصل له بقانون لكن الموضوع ما يوصلش لدرجة السلاح يعني يالا العايشة جاهز الله اكبر ايه؟ خبديتك انا اسفة انا اسفة قوي ان انقطعت عليكم خيلوتكم بس العاشة جاهز وقلت يعني تاكله بسرعة عشان البنتين هيجوا يشرفوني في قطي والنامو معي ولا انت عنك مانع لا لا أبدا انا اساسا ما بعرفش الام غير لوحدة يا طانت معقولة يا طانت كل ده اكل تعبناك والله مش ممكن كل الاكل ده مفيش لم ام خليه ولا ايه؟ وانتو شايف زقنيكم خارب البلد وناهب البلد والمكرمين اللي خادوا الفلوس وهربوا كلهم الحسن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه او مجهزك العشة او النبي لا حسن الواحد رجله دابت من اللبنة المهببة دي ايه القناة في المشغل ده؟ متشوفو لنا حدا تفتح النفس على الاكل متستنى ابقى بنشوف اخبار البلد ايه؟ البلد خربت بس خلاص قادي موجز الاخبار يا حلتمك عايز ايه تانى؟ يعني هي كانت معدولة قبل كده يابا ما انشاء الله تتعدل واحدة واحدة انت بترد هاليا؟ لا انا ما بردش انا بقول رأيي حد طلب منك رأيك؟ ايه ايه شرين عيب ايه باي صحش؟ هو ايه اللي عيب ياما انا قلت حاجة غلط انا بقول رأيه بس شفتي قال اللي عملته الصورة قلة الادب لا ارا حمك الكلام ده مش عندي مفيش حد هنا في البيت ده ليه رأيه غيري لا طبعا ما انفعش يابا من حق انا قومي نقول اللي احنا عينزينه طالما بنتكلم بالذوق الادب والاحترام لا خلاص خلاص يا اخويا ما تقصدش يا بيت يشتري نفسك اصلا منفعل شوية اللي شايفته في التلفزيون هادي اللي عملته القعدة ببيت عبد الناصر هو الراغي مع امراته وعياله بوازوا اخلاق البنت نسيت اللي عملوا فيك المحروس ابنهم ولا عاوزان افكارك؟ لا يا بابا لا عم عبد الناصر اللي دعوا بالكلام ده ولا حتى محمود كل الحكاية بعد ما فيه ناس استشهدت وناس تصابت وناس خرجت من بوتها علشان تضحي بحياتها احنا لازم ما نبضلش زي الاول زي ما هم خرجوا عشان غيروا حال البلد احنا كمان لازم نتغير هنتغير نعمل ايه يعني؟ شايفانا بنلعب بالفلوس لعب زي الحراميات كبار انتقل؟ الله ما تهدي شوية يا هاخي نفهم من الاول يا تقصد ايه؟ يما انا كل اللقصود وان احنا منفعش نقل نتفرج عليهم وكأن البلد مش بلدنا احنا منفعش نقل نتفرج على البرامج اللي بيطلعوا فيها ناس ضد الثورة يشتموا فيهم ونصدقهم احنا بس عايزين نصدقهم علشان مش قادرين نعمل زيهم وننزل ونغير معاهم هنعمل ايه يعني؟ يا البلد عملت لنا ايه من اساسه؟ لا بقى ما عندكش حق في الكلام ده دي بلدنا حلوة ومشتناش منها اي حاجا وحش ولا حاجة كويسة هده احنا عايشين وخلاص لا يا ابا، فيش حاجة اسمحنا عايشن وخلاص منفعش تقول كده لو انت مش قادر تنزل معاهم وتساعدهم يبقى تساعدهم بايه طريقة تانية اه هم عاوذ تعملي زي العيال اللي بيلملموا البطاطين والادوية ويروحي يدوها للعيال اللي قاعدين في المهدين عشان يفضلوا قاعدين في المهدين والبلد تتخرب أكتر ما يخربعنا وماله يا أخويا ما إحنا عدنا بطاطين نيامة والدولاب مليان أدوية عد كده تاخد منهم شوية وتدهولهم يا أموما يا أموما الحكاية مش حكاية أدوية ولا بطاطين هم أصلا مش مستنين مننا حاجة كل الحكاية إن إحنا منفعش نوع تتفرج عليهم وخلاص يا بنا أحمد بعد ما استشغلت حلفت إن أنا مش هرجع زي زمان عبيطة ومش فاهمة أي حاجة ولا حتى داريانة باللي بيحصل حوالي أنا قلت هاسأل في كل كبيرة وصغيرة وهافهم مش كل حاجة هاخدها من البرامج الكتب دي وأي برنامج بيطلعوا فيه ناس بتشتم في الصورة والصوار هتصل وأقول إن انتوا كذبين ولا اللي أدفع الفاتورة ألا إنتا دايما كده تحبيتها على طول بتقولك عشي خاطر أحمد الله يرحم اتكلم يا بنتي على راحتك ولا اللي حدفعت فاتورة أنا عمو غم هالصورة قال حنيذنك يا أمو هو فيه إيه هما ملو متبخ ولو ليه هما جوس ماما يا إنتي حذي 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 هكفيش يا حبيبتي أنا قويس اشتركوا في القناة 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 أصنع هتكلم عن سلحة هتكلم عن إيه؟ هتكلم عن سلحة ترميزة يعني يا مولا غربية ألشك الرغيصة هتكلم عن سلحة إيه؟ ولا حاجة ستي كنت بحكيله عن الفيديو اللي صورته لأحمد الله يرحمه ليلة تشاهده هتكلم شوفتهوش صح؟ كان بيتكلم فيه عن السورة وعن سلمية السورة إزاي بقت أهم سلحة في دين الصور؟ تلاقي أحد دلوقتي بيتفرج عليكو أبي فكرني بكرة أدهولي تشوفيك وبعدين بقى مش عارفة نام بطل والرغي ودعم ويد خلاص حنامهم تصبع لك يا مام وانتي من قرن لعلمك تنعيش مستاكي هتك بتكرفش تكسي بي مصحف ربطالك لما رادش نزرف تكسي بي صباح ده من أسبوع لو كنت سمعت حد من العائل دي بيقول كلمة سلمية كان سمع من كلام أبيح قوي بس فعلاً النهاردة بقيت مقتنع عن سلمية السورة دي أهم سلاح عندنا لأن لو كانت سورة مسلحة كان النظام ده نسافها في كم ساعة بس ما تنساش النعم السلمية أول ما في قسام ونعته الحزب الوطني ونع هو كمان لا طبعاً يا خفيف أي سورة بيحصل فيها الكلام ده في أي حدة في العالم أيوا بس حكاية اللقسام دي فيها كلام كتير وعمرك ما هتعرف الحقيقة غير بعد ما يسقط النظام مين اللي فتح سجون وتخشبات اللقسام؟ مين اللي سحب الشرطة فجأة من الشوارع؟ مين اللي كان مستني كلمة أنا أول فوضى عشان يخرب البلد كلها؟ ومع ذلك الشعب المصر تصرف بذكاء وعبقرية في الظروف دي ده في ثواني عام اللي جان شعبية حما بيها نفسه بس على فكرة موضوع حرق اللقسام ده مش بالضرورة يكون وراه مخطط الناس ما خرجتش تحرق وزارة الدخلية ولا وزارة الخارجية ولا وزارة المالية دول حرق وسام الشرطة وحرق الحزب الوطني إلا أماكن اللي هما كانوا بيبهدلوا وفتهنوا فيها كرميتهم طول عمرهم وده بيوصل رسالة مهمة جداً إن الشعب شايف إن المكانين دول لازم يبطهروا ولو ما حصلش كده كأن ما فيش أي حاجة حصل معاك حق وكمان لو شفنا الخراب اللي حصل في البلد وقارنناه مش هقولك بأي ثورة تانية لأ لو الكهرباء قطعت في أمريكا ولا كندا ولا حاجة ده دليل إن الشعب دعب قارن كان معكم أحمد السلمي عبد الناصر سابقاً اللي كان بيؤمن من أسبوع واحد بس إن البلد دي عشان تتغير لازم نولع فيها أحية وكل اللي فيها أنا هنزل لك الفيديو ده بكرة على اليوتيوب وابكب عنوان الفيديو الذي هزى الملايين وأبكى كل من شاهده أم مقطع مؤثر أحمد مش هكفي الفكرة قابتك يفلي يفلي يالله يا جبعة هل نغني ولا حاجة يالله نغني حاجة يالله نغني حاجة وانسارديب وانحور الديب والبعرد نادي ونقول يا ولادي اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى مامي مامي نعم نعم يا حبيبتي في ايه؟ محمود راجع فين؟ صباح النور يا حبيبتي ربنا ما يحرمي من رئيتك ابداً صباح الخير يا مامي محمود راجع فين؟ خرجوا نزدوا راحوا بيتهم يا حبيبتي يجيبوا شوية حاجاتهم ما محتاجينهم قبل الليل ما يليل وقبل البلطاجية يعني ما يهجموا تاني بلطاجية ايه بس؟ لانا كده مش موطوطة ابداً في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ قال انا ليه؟ ها؟ كنت يبنعهم يخرجوا من بيت ولا حاجة؟ خالص؟ طب بقوليك بس في ايه؟ أصلا منخير الصغنونة دي شام ما تدريحت حاجة غلط لأ يا حبيبتي سلامت منخيرك الصغنطوطة بقولك ايه؟ محتاجينها في المطبخ ها؟ ايه مامي عادي يعني الانا عليهم؟ يعني خايفة يروح يتعرضوا لأي موقف مبقاش معاهم؟ أصلا هم عزاز علي جداً على فكرة حطسها الطامن عليهم؟ طب بقولك ايه؟ روحي بعيد شوية عشان ما اسمعش ايه؟ 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 تفتكر ما ممكن تعرفه لو أحدك؟ أكيد أحقر واحد فيه من خايفة شاور على حد اللي يطلع أخوك وتسألي لا مش عزال قوي يا سيدي أموماً عندك حد هو أحقر واحد اللي بقى فين دولي هو ماذا؟ دي طبانجة مرخصة بتاعت أخويا كويس أن الثورة ما غيرت شنون التقيل مش عايزة أوصيك بقى تخلي بالك منها لو كده كده مش حيرف يبلغ عن اختفاءها بس يعني يهمني إن أنا لكاها إلو ولو إني مش عارفة أنت هتستخدمها في أي بس أنا متأكدة أنك هتعمل إن أنت شايفه صح كنت العرف خيرك جدع أمرك جدع دي أكيد مونة ده أنا من كتر مكلمتها على فلتر موبايل أنا لازم أرد عليها تكلمتني كذا مرة ما رديتش أيا يا مونة بالراحة يا مونة بس بالراحة أنا مع راجي ما فيش نسيت شوية حاجات في البيت عندها فانزلت معاها إحنا جيين لك عالبيت حالا يا ست يا حاضر مش هتحرك تاني غير لما أقولك ولو إني مش مرتاح للموضوع ده يعني بس ماشي إحنا جيين لك عالبيت عالمكتب طيب ساعة وهنبقى عندك سلام ما صدقتكش طبعا طبعا دي مش بعيد تفتاشنا تفتيز ذاتي بقولك إيه إحنا ساعة ولازم نقابلها في المكتب هنقعد مع الصحفي ده اللي هي قالتلي عليه اسمه و هننسيت اسمه اسمه عمر شاهين عمر شاهين وسنتل على الأول على المشهر بتاعنا يعني إيه سيبته همشي يا حيوان عملت سيكوريتي إيه وزيفتها على الصبح مش لما أشوف حاجة مش مزبوطة تمسكه وتبلغ البوليس يعني إيه وهو فين البوليس طب بتهزر وأنا عادك نبر التلفوني ليه عشان تتمنظر بيها مش لما يحصل حاجة تبلغني يعني إيه مفيش كروت شحن اتصرف و تكلمني معي حتة عفت عزال في شوف كده و قولي فيه إيه نعم خايف على حمك يعني إيه بلش الطريقة دي والله فجأة كده بقيت طريت مش عاجباك ماشي حسابي ما عاجب بعدين أنا هبعط لك عد يجيب الظرف يلا فضل يا سيدي الكلاب عبدو دي قطعه فينا بقى واحد زي ده ما كانش يتجرى يمسك سماعه من التلفون كده و اتصل بيها من رعبه قال إيه يا أخيها طريت مش عاجباها على أساس صورة يعني و كده عايزنا لما اتكلم اقول له مساء خير يا فندم ما عليش يا فندم بس هدى عصابك الاول كده و فاهمني حضرتك اتوترت ليه اتوترت وأنا اتوتر من حركات تفهة زي دي ما عليش برضو يا فندم حضرتك ممكن تفاهمني حركات ايه بقول لك واحد شاكله مريب رع عندي البيت عندي وسائل علي السكر زي ما فاهمته قاله مفيش حد هنا بالاسم ده قال له لأ انا عارف ان هو هنا وساكل في الشقة الفلانية الحمار بقى طلخبة وقال له لقص لهو عزل من كم يوم كده قال له بتعرفش هرع فين قال له معرفش والله اسنو ما خدش عزان معه كتير شاكله كده كان هربان قال له يبقى كده قالك تبلغه لو حد سائل عليه وقل له واحد صعبك من قام تفجير الكنيس اسأل عليك والدروس الظرف ده اختف ريلك كده وروح احتنا الظرف ده مش الافضل يا فندم ان احنا نبلغ الاول عن الظرف ده الحسن يعني يكون في ايه نبنى غمين بس وفي حد فاق لحد ايه خايف؟ لا يا فندم وروح حياته بس وانا هفتحه خلصنا حاضر حاضر اسمع ايه يا فندم لما تقابل السكوريتي يقول لها ساعات الباشا عشان يعس ان فيه صوره وكده يعني حاضر فندم حاضر صوره موسيقى 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 المترجم للقناة 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 من نفسك استغفر الله العظيم الله الواحد مكسوف من نفسه لكن نعمل ايه بقى؟ ما هو لازم نتقوت عشان طاعت ربنا قدرني يا رب بجد؟ حلو المعلومات دي ماشي ماشي يلا سلام سلام يلا باي مش بقول لكم نظام غاب وصلاد خلاص كل من الواحد يحط يده عن قلبه لحسانية من الحركة زكية يطلع أغبة مما كنا نتخيل ايه بس المفروض يعني اللي حصل يبرد نار الناس مين كان يصدق ان الرئيس حيستغل على الحبيب العدلي بعد ما خدمه السنين دي كلها ما هي دي الغباوة؟ ده ما هنشع له حتى نفوقت زي دي راح يبو اسجينه أكيد طبعا عشان شال عليه بلاوي ده بعد خبر لأتقال ما طلع والناس فرح بيه طلعو ده فقال لك لأ دي تحديد يقومة جابرية فالليك يسبوه من هنا راح من هنا طب تفتكر الحوار اللي هعمله عمر سلمان مع المعارضة بكرة هينجح؟ معارضة مين يا ابني؟ آه قصدك المعارضة اللي بتقبط من النظام بتاخد أواميرها من قام الدولة على التليفون وإنها بيهبروكوا اسمقتوا هنحد بيعمل حوار مع ادراعه أيوة بس بيقولك الإخوان رايحين طبعا هنروهم عشان يخضوا شرعية ودول ما هيصدقوا بس مين قالك إنهم ما هيفروهم على في الميدان؟ ده برضو غلطة النظام بيقع فيها ده في ناس مفاهيمة النظام اللي بيحصل دورة الإخوان مع أنهم كانوا رفضين ينزولهم خمسة وعشرين نصور لوحده عشان كده كل شوية هتأيبي لبسها لحد مرة من برة ومرة من جوة عشان كده الموضوع شكله هيطول بقولك إيه بويس إننا مسافر بكرة مصر عشان ما كنتش هستحملك طهت هناك كفية طول اليوم يلا بينا على البيتة واستاذ وبعلي كده اجتماعاتنا كلها هناك عشان المكتب ده أكيد مرصود من أمن الدولة يلا يا راجل ما خلاص بقى هو أمن الدولة لسه في حال يرصود متعيقلك مستر أكس نافر دويز يلا بينا؟ ها يلا وأنا هروح على البيتة عشان جيب لكم حاجاتكم وأكيد طبعا هاخضع تحقيقات ماما اللي هي بصراحة طحية أمن الدولة أهمل بالنسبة لي عنها يلا تفضلوا 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 نورتوني والله تفضل يا حود نورتني لا أخليك عورتوني والله أنا جبت الشقة دي بقى مخصوص بعيدة أنا عن بيتي العيلة عشان هرتبها وحط فيها كتب ومجلاتي وأضعر فيهم وأتفرغ لحد بقابل رب كريم وأقول لكم إيه أنا عاوزكم متعيش ومتدعمله محدش حاسسني لو هو مكسوف وأقول لك يا حودة دولة بتحت أمرك وأنتش محتاج أي عزومة يعني تعامل ماشي الله يخليك عمر أبدا يخليك بقول لكم إيه أنا عندي شوية فراخ ورحمة في الفريزر حتلعهم يفوقكم وأول ما مونة ما تيجي نخش المطبخ كده جامعة ونعمل ولمة على شرف محمود تمام؟ سوالي ورشادي ساعدني كده لحظة قدب لهم كده هتلع بس الفرخة بس من فريزر تفوق افتح لنا كده جزيرة عشان نشوف آخر الأخبار المتجار الذي شبه في خط الغاز الرئيسي بمنطقة جنوب العريش هو الآن هلة البشير هما اللي عملوه أه؟ مش بعيد بس سواء هما ومش هما الرسالة اللي عاوزيني توصلها للناس مش قولنا لكم يا أنا يا الفوضى وقبل ما تقوله شفت لسه المشور طويل الكلام ده ما عادش يقول مع الناس ببصلة وبكرة تشوف يا أولاد يا الله يا اللي هنا فتما يا فتما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة